وصلت أول سفينة قمح مخصصة للمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة وتحمل على متنها 14 ألف طن من القمح وذلك بعد قرابة 45 يوما على تحركها من أوكرانيا وأعلن برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة أن سفينة شحن تابعة له رست في ميناء الحديدة بينما سيتم خلال الأيام القادمة استقبال الشحنة الثانية التي تحمل الكمية المتبقية هذا وانطلقت نهاية أغسطس الماضي سفينة شحن تابعة للبرنامج الأممي من ميناء يوزني على البحر الأسود الأوكراني مخصصة للإسجابة الإنسانية في اليمن وتوقفت في تركيا لإجراء عملية طحن الحبوب